السلام عليكم ورحمة الله صدقائي تحية كبيرة لألكون الخبر اللي انتشر على صفحة جوجل وعلى صفحة تلفزيون سوريا الفيديو الانتشر لا تجي على ليبيا مصيرك سيكون السجن الخبر مثل ما انتشر أي شخص بده يجي على ليبيا مصيره يستنى قنينة الماء مثل هذا الشخص اللي في السجن يعني اللي ما يفهم يفهم مصيرك هيك بليبيا بدك تجي على ليبيا مصيرك السجن عشرات السوري محتجزون في سجون ليبيا تعود إلى فصائل مسلحة في مدينة زوارة موقع تجمع أحرار حوران حصل على فيديو يوسق معاناة السوريين بعد تعرضهم للأتقال خلال رحلة لجوءهم إلى أوروبا كانت من طبعا الفيديو انتشر أنه ثلاثة عبوات مي لم يتشخص ورجع عدل قال أنه لم يتشخص وخلال الشهر الحالي فقد الاتصال بعشرة السوريين معظمهم من أبناء محافظ درعة رجحت مصادر بأن يكونوا محتجزين في أحد السجون الليبية وفي وقت ما تزال فيه عملية الهجرة من سوريا مستمرة بهدف الهروب من الأوضاع الأمنية والاقتصادية المتدهورة فقد رصد موقع تلفزيون سوريا شهادات سوريين ضاقت خياراتهم ضاقت خيارات بقاءهم في مصر بعد تضييق الحكومة عليهم وأصدارها جملة قرارات جديدة طبعا شهادة سوريا في مصر لا يمكن أن أشرح شعوري بالحزن بعد قرار إيقاف تجد الإقامة السياحية الحالة المتاحة أمامي حاليا هو العودة إلى سوريا على الرغم من أنها ستكون مخاطرة بالنسبة له ليصبح قرار الهجرة إلى أوروبا عبر ليبيا الحل الوحيد أمامهم تتعلق بتجديد إقاماتهم السياحية ورفع رسومها بسعر وصل إلى 1200 دولار للشخص من موقع تلفزيون سوريا هذا الخبر وخاصة مكاتب السفر التي أصبحت تتنافس لتأمين تأشير السوريين إلى ليبيا وفق الشهادات فإن هذه الظروف زادت من نشاط سماسات الأزمات عن شهادة سوريا كمن عايش في مصر لم يعد بإمكاني الحصول على إقامة في مصر والسنوات تمضي بسرعة من دون القدرة على الحصول على أي شيء أريده فقط عمل والروتين مستمر منذ عشر سنوات سأحاول السفر إلى ليبيا والهجرة من هناك فلم يعد لدي شيئا أخسر كمان شهادة سوريا عايش في مصر أسعى حاليا للوصول أو للحصول على تأشير إلى ليبيا من غير الممكن أن أعود إلى سوريا ولن أستطيع أن أعيش مجددا شعور عدم الأمان فضلا عن أني مطلوب للأجهزة الأمنية تحية للكم أصدقائي هذا الخبر اللي حاب يشوفه يدخل على صفحة تلفزيون سوريا على جوجل رح يشوف أنه هذا الخبر موجود أو إذا كتبه على صفحة جوجل بطلع عن الإستجرام تحية كبيرة للكم